هذا اول تابلت يجب به ضمان استبدال للشاشة لمدة 100 يوم في حالة ان كسرت عندك وحتى لو كان كسر متعمد ومو بس هيتش راح يكون اقعدهم خدمة توصيل يجون ياخذون التاب من عندك يصلحونه ويرجعوا لك ياه وهذا كله بشكل مجاني هذا هو التاب 16 برو من بلاك فيو تعالوا نتعرف عليه سلام عليكم متابعين الأعزاء رجعتوا ياكم فيديو جديد وبهذا الفيديو راح نتكلم عن تابلت بلاك فيو اللي هو التاب 16 سعر الجهاز هنا اخل ابدي به وياكم هو 142 دولار يعني هنا بهذا السعر قاعد نتكلم عن تابلت اقتصادي فشنو نتوقع من تابلت بهذا السعر تعالوا خلا نشوف بما انه قاعد نتكلم عن تابلت فياكيد لازم نبدي مواصفات الشاشة هنا الشاشة تجي عندك بحجم 11 انج وبدقة الفول ايج دي بلاس وبتردد الستين هيرتز ومن نوع الاي بي اس اي دي وليميز شاشات بلاك فيو بصراحة انه تكون مشبعة بالالوان ودقتها حلوة فهذه الشي راح يساعدك بمشاهدة المحتوى او تستمتع انت قاعد يشاهد المحتوى وكذلك راح تكون عندك هنا تجربة الالعاب ايضا راح تكون حلوة بهذه الشاشة واللي ساعدك بهذا الشي انه الجهاز يأتي عندك بدبل سماعة او سبيكر وراح يكون الصوت عندك واضح وعالي ومقبول نوعا ما وكذلك هنا الشاشة تستحوذ عندك 83% من حجم الجهاز الكل والعاب اللي شفته بهذه الشاشة هو اكيد معدل تحديث الشاشة الستين هرتز اللي راح يقلل من تجربة الاستخدام فممكن تكون عندك سلاسة بالتقليب بين التطبيقات او الاغلاق وفتح النوافذ راح يكون شوي ثقيل سرعة استجابة اللمس كذلك بطيئة لكن اذا انت ما مستخدم تابلت او اي جهاز سابقا فوق ستين هرتز ما راح تلاحظ اي فرق ولا راح تكون عندك تجربة الاستخدام سيئة خاصة اذا انه انت مشتري هذا التابلت للاطفال فهذا الموضوع او الطفل ما راح يلاحظ او ما راح يحس بهذا الشي نهائيا فاشوف الشاشة بصراحة حلوة الحجم مالاتها تشبير الدقة مالاتها حلوة لكن مثل ما ذكرت هنا نلعبها الوحيد هو معدل تحديث الشاشة هسه خلنا ننتقل للمعالج والعداء هنانا الجهاز يجعلك المعالج اليونيسوك تي 606 وهذا المعالج يعتبر اقتصادي اذا نريد انقارنه باداء باقي المعالجات فممكن الاداء مادته يكون قريب من اداء الميديا تيك جي 85 واللي راح يشغلك العاب بشكل اعتيادي يعني على سبيل المثال لعبة بوبجر راح ينطيك بها تقريبا 40 فرايم على اقل اعدادات لليغرافيكس واذا يعني خلي نقول هنا انا الشاشة شوي الحج مالاتها كبير فممكن تكون التفاصيل عندك غير واضحة لكن مقبولة لكن خلي ببالك انه هذا التابلت ما راح يشغلك العاب قوية وبالنسبة الاستخدام الطبيعي كتصفح او مشاهدة محتوى او مواقع تواصل اجتماعي واذا انت طالب وتريد التابلت للدراسة فما راح تواجه مشاكل بهذا الخصوص من ناحية الاستخدام هنا انا المعالج راح ينطيك اداء اعتيادي اداء مقبول بالاستخدام اليومي ما راح تكون عندك مشاكل بالاستخدام بهذا الخصوص والرام يجع عندك هنا 8 جيجا بايت وتقدر توسعها لحد 16 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية اللي راح تكون عندك 256 جيجا بايت وهذا الشي اكيد راح يساعدك انه خاصة اذا كنت مشتري هذا التابلت للاطفال معروف عن الاطفال انه يا لعبة تطلع قداما ينزلها يا اعلان يطلع قداما بلعبة مباشرة راح ينزلها فذاكرة التخزين اللي راح تكون 256 جيجا بايت راح يساعدك بهذا الخصوص انه يقدر ينزل ملفات او العاب جيد مايريد ما راح تمتلي عندها ذاكرة بسهولة وايضا هنا تقدر تضيف رام او ذاكرة التخزين خارجية لهذا التابلت وتوصل لحد واحد تيرا بايت فما راح تكون عندك مشاكل من ناحية ذاكرة التخزين بشكل عام ذاكرة داخلية راح تكون اساسية بحجم 256 جيجا بايت تقدر توسعها تضيف الرام خارجي لحد واحد تيرا بايت فراح تكون عندك هنا ذاكرة التخزين حجمها يعني كبير تقدر تستخدمها براحتك بشكل طبيعي جدا وبالنسبة للبطارية هنا البطارية راح تجي عندك بسعة 7700 ميلي امبير مع شاحن سريع بقدرة لثمنتعش واط صحيح هنا قدرة الشاحن ممكن تكون ضعيفة او التابل تأخذ وقت طويل يالله يشحن عندك لكن انه اذا تخلي بالليل على الشحن تقعد الصبح تلقامي بمية بس هنا راح تحصل على اداة بطارية ممتاز جدا ليش؟ لانه الشاشة راح تجي عندك 60 هرتز كذلك حجم البطارية كبير والمعالج ايضا راح يكون اقتصادي فهنا اذا كان استخدامك خلي نقول اعتيادي راح تنطيك البطارية استخدام اكثر من يوم لكن اذا كان الاستخداماتك مكثف حسب تجربتي انه البطارية توصل عندك تقريبا يوم ونص حسب استخدامك اكيد اذا كان استخدام العاب هواي خلي نقول مشاهدة افلام هواي ممكن البطارية توصل عندك حد يوم ونص او اقل او يوم كامل لكن اذا كان استخداماتك طبيعي او اعتيادي يعني مثلا تصفح او مشاهدة مواقع التواصل الاجتماعي او خلي نقول استخدام متقطع ممكن البطارية توصل عندك اكثر من يومين بهذا التابلت الكاميرات اذا اريد اتكلم عن الكاميرات فمستحيل اكو شخص يشتري تابلت على مواد ياخذ بصور او يعتبرها كاميرا اساسية لكن ممكن تعتمد عليها او ممكن تستخدمها في حال اذا ما كان يومك موبايل وتريد اخذ صورة ضرورية ممكن هنا تستخدم كاميرات التابلت لكن لازم اذكر انه هنا الجهاز يجي عندك من الخلف بكاميرتين الكاميرا اساسية راح تجي ب13 ميجابيكسل بحساس من سامسونج والكاميرا الثانية راح تكون اثنين ميجابيكسل للديرث او للعزل والكاميرا الامامية راح تكون بدقة لثمانية ميجابيكسل راح اخلي لكم صور او تجارب لهذه الكاميرات واللي اكيد مثل ما قلت ما تقدر تعتمد عليها فمثل ما تلاحظون الصور راح تكون اعتيادية حتى بظروف الاضاءة الجيدة راح تكون الصور متواضعة فمثل ما ذكرت بالبداية انه دائما التابلتات ما تكون موجهة للتصوير لكن يخلون الكاميرات لشغلات ضرورية مرات مثلا تحتاج تاخذ صورة مستعجلة ما يمك تليفون او مثلا مكانمة فيديو فتحتاج الى كاميرا امامية فهذا كان كلها بخصوص الكاميرات ما تتجهاز ولا يشوفها بصراحة متواضعة اكيد بالنسبة لنظامات الجهاز الجهاز راح يجي عندك بواجهة دوكو اس من بلاك فيو ومع احدث نظام اندرويد موجود حاليا اللي هو نظام الاندرويد 14 واكيد هذا الشي يعتبر ممتاز جدا وهنا راح تقدر تستخدم وضع البي سي مود اللي راح خلي نقول ينطيك تجربة استخدام اللابتوب تقريبا وتقدر تضيف ماوس وكيبورد فراح تكون تجربة الاستخدام عندك اسهل واسرع بالنسبة لفتح النوافذ او فتح نوافذ متعددة وبالنسبة لي اعتبر هذا التابلت باكيج متكامل ليش من تفتح الكارتون مات التابلت راح تحصل بداخل الكارتون على لاسق حماية على كفر بلاستيك راح يكون سمارت يعني من تغلق الكفر راح تنطفي عندك الشاشة بشكل تبقائي وعلى قلم معروف اذا هذا القلم راح تقدر تستخدمه للرسم او للكتابة لكن انا اشوف اكثر شي انه حتى تلمس بشاشة بشكل اسهل واسرع من اصبعك وبالمناسبة هذا القلم يشتغل على جميع انواع الشاشات وعلى كل الاجهزة وكذلك راح تحصل بداخل الكارتون على شاحن اكيد بهذا الشيء وعلى الكابل مات الشاحن فهذا التابلت مثل ما قلت هاي الاشياء او هاي الملحقات اللي تيجي بالكارتون اكيد راح تزيد من قيمة الجهاز وتضاف كنقطة قوة نضاف للجهاز لان انت اليوم تشتري تابلت اكيد لازم تروح تشتري لاصب حماية تروح تشتري لكفر تشتري لقلم وممكن ما تحصلهم بالسوق لكن هنا انا بلاك فيو حاطتلك هذه الامور كلها داخل الكارتون فبقى بس ممكن تشتري لماوس وكيبورد تستخدم وضع البي سي مود راح تحصل على تجربة خلي نقول قريبة من اللابتوب اكيد ما نقدر نقارن او خلي نقول انه راح تحصل على اللابتوب او هذا التابت راح يغنيك عن اللابتوب هذا نظام وهذا نظام لكن خلي نقول تحصل على تجربة قريبة جدا من تجربة او خلي نقول قريبة تقريبا من تجربة اللابتوب بالنهاية اشوف هذا التابت بصراحة ممتاز بهذا السعر صح العيب ما اتهنانه هو انه الشاشة 60 هرتز لو كانت الشاشة تجي بتردد 90 هرتز على الاقل كان بصراحة يكون صفقة خرافية لكن مثل ما ذكرت اذا انت او بما انه العطلة اجت وقاعد دور على ثابت الطفلك فبالنسبة للستين هرتز ما راح تواجه مشاكل بهذا الخصوص اذا كان الاستخدام للاطفال لكن شوف هنا بلاك فيو شنو منطينك بعد الموضوع الضمان عندهم هنا بصراحة مختلف عن باقي الشركات كلهم فمثل ما ذكرت بالبداية هنا راح تحصل على ضمان استبدال للشاشة لمدة 100 يوم ومو بس هيج حتى لو كان كسر متعمد راح تحصل على ضمان استبدال هذه اولا ثانيا راح تحصل على خدمة الصيانة او خلنقول خدمة التوصيل للصيانة يعني يجون يأخذون التابلت من عندك يصلحون ورجعون لك ياه وهذا ايضا مجاني والاقوة من عندها اثنان انه هنا راح تحصل على ضمان استبدال للتابلت لمدة شهر كامل اذا ظهرت عندك بمشكلة مصنعية او خلل مصنعي حسب كلام الوكيلي اللي هو بي سي اي انه هذا الكلام مو فقط خلنقول خدمة تسويقية او كلام تسويقي لا فعليا اذا ظهرت عندك مشكلة بالتابلت راح ياخذون من عندك وينطونك ثاني خلنقول يطونك تابلت ثاني جديد ما بي مشكلة والمفاجأة هنا انه اسمع اذا خلص هذا الشهر وما ظهرت عندك مشكلة مصنعية بالتابلت وبقى عندك راح تحصل على ضمان لمدة سنة كاملة بحال اذا صارت عندك مشكلة بالتابلت كذلك ايضا مصنعية او خلنقول صار بي عطل مصنعي مثلا وقف المعالج مثلا خلنقول وقفة السماعة يعني مو سوء استخدام لا خلل انه يصير من تلقاء نفسه بالتابلت راح تحصل على ضمان صيانه لمدة سنة كاملة بشكل مجاني يعني ياخدون التابلت من عندك يصلحوا لك مجانا ورجعون انطنكية فاكيد هذه الخدمات وهذه المميزات اللي تنتهى بلاك فيو هذه الاسباب اللي خلتها تكون رقم واحد بالمبيعات بالنسبة للتابلت بالعراق فقبل لا تشتري التابلت لازم تتأكد انه ملصق الوكيل اللي هو بي سي اي موجود على الكارتون حتى تحصل حتى تكون مشمول بهذا الضمان اللي ذكرت اليك وذا تريد تطلب التابلت من متجر بلاك فيو الرسمي راح اخليكم الرابط بالوصف مات الفيديو تقدر عن طريقة تطلب التاب فانت اكتب لي رأيك شنو رأيك بهذه المواصفات هل انت تفضل انه تحصل على مواصفات عالية وسعر أقل او تحصل على خلي نقول سعر معقول وعلى خدمات ما بعد البيع يعني كضمان كصيانة كضمان استبدال يعني هذه الخدمات الي ذكرته في شنو تفضل Rand s cochم مواصفات قوية او سعر مناسب مواصفات مناسبة وكذلك على ضمان او expanded ما بعد البيع تكون ممتازة انت اكتب لي رأيك بالتعليقات شنو الافضل اليك وشنو اللي تفضلها كانوا هاكم اخوكم مهند نلتقي بفيديو قادم ان شاء الله حياكم الله ونورتوني وهنا وسلم بكم